أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد الحديث ونحن في يوم العيد عما بعد شهر رمضان اللبيب العاقل يسعى لكسب ما يراه كمالا ثم إذا اكتسب ذلك حرص على أن لا يفقده والمغبون بمجرد أن يتساوى يوم الإنسان الرواية عبرت عنه مغبون فكيف إذا تراجع كما قال السيد فهو ملعون ملعون بمعنى أبعد نفسه عن جزء من رحمة الله فإن الكمال رحمة والتخلي عنه فقدان لرحمة هذا ابتعاد واللعن هو الابتعاد والطرد من رحمة الله ولهذا ورد قضية ملعون حتى في مكروهات لأنه المراد خسر نفسه جزءا من رحمة الله كأنه طرد نفسه الله لا يطرد أحدا إنما الإنسان يختار أن يبعد الآن بالنسبة لنا بعد شهر رمضان كان شهرا مليئا بالطاعات فيه الصلاة فيه التلاوة فيه الدعاة فيه الأنس بالعلاقة مع الله الآن انتهى الشهر أول نقطة نريد أن نتكلم عنها هي لا بد أن نحتفظ بالمنجزات لسببين السبب الأول فإن الإنسان إذا ربح شيئا لا يريد أن يخسر هذه النقطة الأولى ولعل ذكرتها في سنة الماضية النقطة الثانية المرتبطة بهذه المنجزات أننا في التكامل والتسافل ليست المسألة دفعية هو سلم فمن يسرق بيضة يسرق جملا بعد ذلك لم يبدأ بالجمل فمن ينحدر كل ذنب تهيئ النفس لذنب أكبر ولا يفتح عينه بعد حين إلا وقد حتى عقيدته قد خسرها يعني حتى العقيدة يمكن أن تذهب بسبب أن الذنوب أحاطت بقلبه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كما أن التكامل أيضا سلم من يبدأ لا يبدأ بتلك التلاوة الطويلة والصلاة الكثيرة لا يبدأ كل مرة يزداد شيئا ويرتقي وبالتالي فنحن نحتاج إلى طهر يساعدنا على الاستدامة في الخير الله تبارك وتعالى في شهر الضيافة هيأ لنا ذلك ولنلتفت إلى نقطة ذكرها مولانا الرضا عليه السلام في حديث العلال حيث قال فيما قال أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان أول مرة نسمع ناس قالوا ايش سنة تبدأ بمحرم ناس قالوا بربيع هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله لكن الإمام يقول شهر رمضان ولهذا العلماء يقولون شهر رمضان بداية السنة العروجية بمعنى أن الإنسان يقدر له إلى سنة في ليلة القدر وليلة القدر في شهر رمضان فتبدأ السنة التي يكتب فيها شقاء الإنسان أو سعادته إلى سنة في شهر رمضان فهو بداية السنة عند أهل الحق وبالتالي حتى الإنسان تكون انطلاقته ناجحا يحتاج إلى طهر يشجعه على الطاعات ويحتاج إلى مستوى روحي يجفعه إلى الكمالات الله تبارك وتعالى تفضل علينا في هذا الشهر الكريم خلصنا من المثقلات اللي خلينا ما ننطلق فأول شيء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم أنا مرهون أنا قيت بأعمالي ففكوها باستغفاركم استغفروا في الشهر الكريم لكي تفك النفس يتخلص الإنسان من هذا الرهن الذي قيده الأمر الآخر المغفرة إزاحة كل آثار الذنوب السابقة والله تبارك وتعالى أمرنا بالصيام كما في القرآن وقال لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى تأخذني إلى تكفير الذنوب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره فإذا الذي يتحقق في شهر الصيام هو المغفرة ولهذا وعدنا أنه كل يوم هناك الكثير من من تعتق رقابهم من النار يعني يغفر لهم ويكون كيومي ولدته أمه فيتخلص حينئذ من أي درن ولوث وخبث ورجس يمكن أن يمنع الانطلاق إلى الكمال في بداية السنة العروجية فإذا على مستوى الموانع نتخلص منها بفضل من الله ورحمة ومغفرة على مستوى ما يشجع ويؤهل تضخم الثواب في شهر رمضان وتضاعف الثواب وصارت الآية كأنها ختمة في غير شهر رمضان وصار النوم عبادة وصارت الأنفاس تسبيح إذن هناك ما يرتقي بالروح سريعا من أجل أن تكون البداية مليئة بالمحفزات مليئة بما يساعد على انطلاقة صحيحة وكمال سريع إذن الأمر الأول هو أننا بعد هذا الشهر الكريم هويئت لنا انطلاقة صحيحة سريعة الدفع نحو التكامل فالذي لا يحفظ المنجزات أنه في ناس ترون يعني بعض البلدان أول يوم فطر ازدحام على محل بيع الخمور معنى وشنوه؟ معنى أنه كل المنجزات تذهب واحد يقول استغفر الله أنا صايم ما أغتاب من يخلص يا رمضان يقول فطرنا بعد يعني راح هذه المنجزات كلها تضيع في يوم وبالتالي هنا الخطورة أن تكون التي قدر لها أن تساعدني على الكمال تنسف سريعا تنسف سريعا وفي الإسلام وفي نصوصنا الدينية القرآنية والروائية هناك ما يمكن أن يدل على أن الحسنات قد أفعلها ولا أجدها يوم القيامة وبالتالي هذه المنجزات تذهب مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عمل تم نبطل أثرا هذا الذي يسمى في القرآن الحبط فعل كأنه لم يكن ولهذا رفع الصوت في محضر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبط الأعمال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا التعبير القرآن المخيف أن الإنسان يحبط عمله دون أن يشعر لأنه يتساهل ببعض المعاصي ولا يلتفت فلا يفتح عينه إلا وقد صار عمله لا أثر له لا أثر في سعادته عمل المؤمن يخلق له حياة طيبة في الدنيا وحياة هانئة في الآخرة وإذا كان العمل محبطا فهنا شقا وهناك عذاب هذا الحبط ما لأثر العمل فبالتالي الإنسان لا بد أن يكون على وجل فكما تحرص أن تجمع احرص أن تحفظ لا يضيع يقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور والرواية عن مولانا الصادق عليه السلام في هذه الآية أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباط ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه إذا جاء الحرام أهلا وسهلا اللهم ارزقني من حلالك وحرامك هذا شعار ما يباء لي هذا حينئذ عمالا يوم القيامة يقول أنت صليت إيه صليت تعبت يا رب وإن ثواب هذه الطاقة اللي ركعت وسجدت بها بمال وطعام مغصوب ليست طاقة حلالا والبناء والعبادة معاكل الحرام كالبناء على الماء لا يرتفع هذا البناء إذن هذه رواية رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لأعلمن أقواما من أمتي وهو من تعرض عليه الأعمال صلى الله عليه وآله لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا أما إنهم إخوانكم من أهل جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا فعل الإنسان يتحمل ذنبه ساعات لا يقوم بأعمال يحمل ذنبه وذنب الآخرين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يحمل أثقال وأثقال غير أثقالهم بعد أثقال آخرين مثل واحد يجيب يدعى مثل واحد ينشر أغاني ينشر لقطات خليعة كل من يشاهد له إثمه ولذي نشر إثم أيضا فهذا يحمل إثمه وإثم غيره واحد يقول الحمد لله احنا ما عندنا هذا الحمد لله رب العالمين يقول ليه ساعات عندنا والله ما عندنا ما تربي عيال أربي ساعات انت ربيتهم على أن يغتابون انت ربيتهم على أن يتجرأوا على الخالق انت 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 بسلوكك قلت لهم تشريه تأخذ حقك يا ولدي وتعال ما يعتدي ويبغي فبعض الأحيان احنا نسمع عن بعض الذنوب يقول الحمد لله نحن بعيدون عنها ولو دققنا في المصاديق والموارد لوجدنا للأسف نقع في بعضها بالتالي يحتاج للإنسان أن يتفكر حينما يسمع إثما يفتش عن مصاديقه هل وقع في ذلك أم لم يقع فإذن الثمر الأولى من ثمرات ما بعد شهر رمضان أو الدور الأول هو حفظ المنجزات يقول تعالى ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة النقطة الثانية أن نحافظ على استمرارية الطاعات ما يمكن أنا أكون في شوال كما كنت في شهر رمضان مقبول هذا الكلام لهذا أعمال الواردة في شهر رمضان أكثر من الشهر الأخرى نسلم لكن لا يكون هناك موسم لهذه الطاعة كيف يعني الدعاء موجود بكثرة في شهر رمضان لكن موجود في كل الشهور إذا كنت لست بالدرجة التي في شهر رمضان لكن يجب أن يكون في جدولك دعاء يجب أن يكون في جدولك قيام ليل ولو بعض صلاة الليل يكون هذه الأعمال التي وردت من التسبيح وغير ذلك إذن نحن لا نريد أن تكون لنا موسم في عبادة نعم في هذا الموسم تزداد نسبتها لأن هذا له خصوصيته لكن لا يعني بعد أن ينتهي الشهر تنتهي هذه الطريقة من العبادة في الرواية عن مولانا الباقر أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد الاستدامة مو المهم الكمية لكن أنا ما أقطعها الطاعة بعد أن جربتها وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قله وإن قله فالقلة معناه ما زلت مرتبط بالعمل أما الترك لا خلاص أنا ما عندي علاقة وياه إلا سنة القادمة إذن شهر رمضان يراد له أن يمرنني على العبادة لا أنه موسم وتنتهي بعد ذلك ما أنجزنا الآن أتكر رواية عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وتحملون فيها عشر ثمرات بصورة سريعة قال صلى الله عليه وآله كما في الرواية أما المداومة على الخير مداومة وليس مجرد موسم فيتشعب منه سيدكر النبي صلى الله عليه وآله عشر ثمرات واحد ترك الفواحش اللي يستديم على فعل الخير يعني يعيش شعورا بأنه مملوك يعبد الله يظهر مملوكية لله ثم يستدوق طعم العبادة واللذة في علاقته مع الله فنفسه تمج الفاحشة يكره الفاحشة فترك الفواحش اثنين والبعد من الطيش شفت واحد يصلي الليل وعقل ساعات يذهب ويصير خفيف يجي فحط بسيارة قدام الناس ويصلي الليل ويقرق قرآن ويدعو ما يصير ما أصلا يرا ما يصير ما شف نحن فالطيش اللي ينتاب بعض الشباب أو بعض الناس هذا ما عنده استدامة واستمرار على فعل الخير لو كان لما كان عنده الطيش قال والبعد من الطيش والتحرج يبتعد عن التحرج يعني المأثمة ما يقع في إثم هناك فواحش هنا حتى لو مفواحش أقل من الفواحش ما يرتكب وهذه في الحقيقة كلما زاد الإنسان عبادة كلما عصمته فالقرآن لما ذكر الصوم قال لعلكم تتقو يخلق تقو ولما ذكر الصلاة قال تناع الفحش والمنكر والحج الحج لما تروح إلى الحج تشوف مدرسة توحيدية يعني يحطم الأصنام الداخلية فهو مرة واحدة في العمر إذا نجح يكفيك العمر كله مرة واحدة الصلاة كل يوم خمس مرات حتى تغطي حاجتها إذن وصلنا إلى أنه الكثرة من الطاعات والخيرات تخليني ماذا أبتعد عن التحرج الأمر الرابع اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بعضهم فسرها حتى يأتيك الموت فالموت يقين وبعض العلماء قال اليقين الناتج من العبادة أقوى يقين اللهم أني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين العبودية تخلق يقين قلبي يفوق اليقين العقلي ففرق بين فلسفة تأتي لي بصورة عن الخالق وبين عبادة يحل الخالق والله ليس يحل في مكان إنما تعبير مجازي في قلب المؤمن فقلب المؤمن حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله إذن العبادة يقين بعد الأمر الخامس من فوائد المداومة الخير قال وحب النجاة فإن من يأنس بالعلاقة مع الله خوفه أن يقول الله له اخسأوا فيها ولا تكلمون يحب ينجو من هذا الموقف وطاعة الرحمن حينئذ لذته وأنسه بالطاعة جربها فكل طاعة تجره لطاعة أخرى فيكون الخير يجر إلى الخير الأمر السابع قال وتعظيم البرهان النبي برهان على ربه القرآن برهان على ربه الآيات الآفاقية والأنفسية فكل شيء ينظر إليه كآية لله ويعظمه لعظمة الله فحين يدن يكون يرى الشمس يراها آية لا يراها شعابر يراها آية كما القرآن يذكر الأمر الثامن اجتناب الشيطان طبيعي من يكثر الطاعة يكثر ذكره لله وإذا ذكر الله خنس الشيطان يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أما الذي لا يذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين إذن طبيعي الشيطان نجتنبه بكثرة الطاعات الأمر التاسع الإجابة للعدل قالوا لا انتهني غلطان الحق مو ياك ايه صح أنا أسلم ليش لأن أنا مو جاي جد لذتي في متع الدنيا حتى أتهارش عليها فإذا كثرت طاعتك واستدمت على فعل الخير أنت تميل إلى العدل حتى لو كان على حسابك في نظرك الأمر العاشر والأخير قال وقول الحق حتى لو على أبي حتى على نفسي فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخير هذه الرواية تقول عشر ثمرات من الاستدامة انتهى شيئا الكريم لا تنتهي الاستدامة على فعل الخير النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة أتكن لكم عبارة بعض الصالحين قيل لبشر الحافي رحمه الله إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها طيلة السنة يتعبد مو فقط موسم إذن نحن نقول وإنقل لكنه مستمر أما الشبلي فقد سئل أيهما أفضل رجب أو شعبان فقال كن ربانيا ولا تكون ولا تكون شعبانيا به بخص لنفسه لأن القرآن دستور الله دستور الله الأمر الأخير ونختم أطلت عليكم هو أننا نستشعر أهمية الشهر لابد أن نعيش أهمية شهر رمضان لما؟ شوف عبارة بعض الصالحين قال ابن رجب أو بعض السلف قال ابن رجب بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ستة أشهر قبل الشهر الكريم يا رب بلغنا حتى العلماء يقول يا رب إذا بتقبض روحي أعقب ليلة القدر لأنك إذا أمهلتني ليلة القدر عطيتني أزية من ثمانين سنة في ليلة فعمر جديد أنا محتاج لنا يا رب إذا بتقبضني خلني ليلة القدر فبالتالي ستة أشهر دعاؤهم أن يبلغهم الله شهر رمضان جرى رمضان وخلص قال ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم يعني السنة كلها ستة وستة فقبل وعقب مشغولين يا تبلغنا يا تتقبل منا إذا عاش الإنسان هذا الشعور ما يفوت الاستثمار لشهر رمضان وإذا استثمر وانتهش الرمضان يقعد يطلب يتقبل يتقبل ما يروح يذهب بالمنجزات لا يسأل الله أن تبقى الأمر الأخير أننا في شهر رمضان السيد الإمام قدس الله نفسه جعل يوما لقضية المسلمين الأولى ألا وهي قضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي رمز هي مقدس في بقعتها وهي أرض إسلامية واختمام المسلم بحدود البلد الإسلامي وبالمقدسات يعني الارتباط بدينه وبالتالي اليوم الذي القضية تكون لا قيمة لها معناه أن هذا التدين قد تراجع معناه أن هذا الإنسان لا يحمل الهم الديني لهذا اختارها اختار اليوم أن يكون في شهر رمضان عندنا الناس صائمة ويطلعوا مظاهرات وما شكل في إيران وغير إيران وهم الظهر يعني قبل الصلاة جوحار وصائمين لكن أراد لها أن تكون في أقدس أيام السنة العشر الأواخر وآخر وجمعة وآخر جمعة حتى يقول للمسلمين هذه قضية يجب أن تكون حاضرة حتى في عباداتكم وفي طاعاتكم هي جزء من شعوركم بالاهتمام الديني وبالتالي لا يمكن لمسلم أن يرى ما يجري في فلسطين ولا يكون متفاعلا ويكون داعما بكل ما يمكن من وسيلة هذا جزء من تدينه وشعوره بمسؤولياته تجاه الدين الإسلام وتجاه المسلمين ومقدسات المسلمين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على الصهاينة الغزاة وأن يفتت عزمهم ويفرق كلمتهم ويجعل من المرابطين المجاهدين يجعل منهم قد لبسوا الشجاعة وعانقوا الصبر وتسلحوا بالإرادة وأن يسدد رميتهم ويقضي على عدوهم وترجع القدس إلى المسلمين كما كانت أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على